الله الرحمن الرحيم أنا أريد اليوم أن أقول بأن غزة لا تحتاج مال لا تحتاج طعام لا تحتاج أي شيء فهي فقط تحتاج وقفة كل العالم معها تحتاج وقفة رجل واحد من أجل تحرير غزة فوالله وجعي ووجع أهل غزة لن يشعر به إلا الأحرار الشرفاء الكرماء الذين يملكون نخوة المعتصم هم فقط من سيحددون غزة أنا لن أقول أنا لن أقول أين دول العالم أين الدول العربية أنا فقط سأقول أين الشرفاء الكرماء الذين يملكون نخوة المعتصم أين أنتم أماتت فيكم النخوة أين أنتم ألا تشعرون بالأطفال هناك آلاف وملايين من العائلات تمحى من السجلات أين أنتم أعووا على ما يفعله الاحتلال بنا وفوق كل هذا يقول بأننا نحن من نقتلهم ذنبنا الوحيد أننا نريد تحرير وطننا أين أنتم أيها العالم قفوه هبوه هناك 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 جنين جنين قتل وهو في بطن أمه لم يدري ما هي الحياة لم يخرج قتلوه وهو لم يشاهد الدنيا أين أنتم قفوا قفوا أيها العالم هناك أطفال عائلات سيوخ ونساء يقتلون بلا أي سبب يفكر وعلى ما يفعله الاحتلال نحن نحتاجكم نحن هنا نريد وقفة رجل واحد من أجل تحرير غزة قفوا من أجل الأطفال قفوا من أجل الأطفال الذي بقوا بلا عائلات بقوا بلا أم بلا أب بقوا وحدهم هناك أهلاف من الأطفال ستشهدوا بلا أي ذنب أين أنتم أليس هناك ضمير عندكم ما ذنب هؤلاء الأطفال ما ذنبهم قولوا لي أنا سأقول لا لغزة لا تحزني يا غزة يا عروسة فلسطين فلن يشعر بك إلا الكرماء الأبطال سوف تتحررين بإذن الله ما دام هناك أحد يملك نخوة المعتصم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة